رموشك ده عفيت رموشك مش طويلة عندك مشاكل في رموشك رموشك مش تقيلة تعالي الوصفة جيد تحفة جدا وهتدعي ليكسما بالله عليها احلى وصفة لتطويل الرموش وكمان تملى فراغات الرموش وهتقل الرموش جدا واكنك مركبة رموش اصطناعية كمان يلا عملوا لايك واشتراك في الكنان وفعلوا الجرس ويلا بينا نشوف الوصفة اول حاجة هنا معي بصلايا بالحجم ده بصلايا صغر نانا مش كبيرة بشكلها ده الحجم اللي انا عايزة وهنا معي جنزبي الفرش من اقوى الحاجات اللي بتطلع الشعر من الجزور الجنزبي الفرش وكمان البصل تحفق جدا لتطليع الرموش بيخلي رموشك تتول بسرعة جدا تلات ايام وبتشوفي نتيجة وبعد كده بتبدأي واستمرية عليها المدة اسبوع عشر ايام بك كتير وتوقف الوصفة وتفرجي على جماعة رموشك هبدأ ابشر كده حتة صغيرة من الزنجبيل بالشكل ده يعني هعايزة بمقدار معلقة واحدة بس تمام بالشكل ده انا كده خدت معلقة من الزنجبيل تمام كده وهبدأ كمان اجيب البصلية الصغر نانا اللي انا جبتها اهود بس معلقة صغر نانا من الزنجبيل حاجة بسيطة نجيب البصلية بقى بتاعتنا الامورة الصغر نونة دي وهنبدأ نبشرها بسوء ادي ايه صغيرة مش كبيرة لو في اصغر كمان من كده عندكم مفيش مشكلة وهبدأ ان انا ابشر البصلية اهم حاجة ان احنا يا جماعة نبشرها اه في مبشرة تكون سنونها ديقة علشان انا عايزة المية اللي في الزنجبيل والمية اللي في البصل مش اكتر من كده هبدأ ان انا ابشرهم كويس انا عايزة زي ما قلنا ان احنا نبشرها على العين الصغيرة في المبشرة بالشكل ده على فكرة بتطول الرموش جدا وكمان بتسرع نمو الشعراية وكمان بتخلي الشعراية بتطول من الجزر حلوة اوي للشعر كمان لو انت عندك فراغات في شعرك حلوة اوي بس وصفة النهاردة انا عاملها للرموش دلوقتي بس لكن وهعملكم منها وصفة جميلة جدا للشعر بتطلع الفراغات مش هيكمل معاك الاسبوع وتشوفي نتيجة هيلة جدا في تطليع الفراغات هنا انا بشرت البصلية بتاعتنا وكمان الزنجبيل زي ما احنا شايفين كده اهو تمام كده هبدأ بقى اجيب معي اي طاصة وهبدأ احط في اي شاشة او اي شراب قديم عندي اي حاجة المهم ان انا اصفي فيها الخلطة بتاعتي هبدأ احط الخلطة اللي انا عملتها في الشبكة بتاعتي دي عشان انا عايزة المية اللي فيها تمام هبدأ بقى ان انا اصفي الخلطة بتاعتي دي حلوة اوي وعايزة بصي اقول لك وهذه الصفة معاك بكل سهولة وبسيطة والوصفة على فكرة سهلة جدا جدا يا بنا هبدأ اعصر بقى الخلطة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده انا هنا بعصرها كويس جدا بصوا انا خدت كده المية اللي في الخلطة بتاعتي تمام كده هبدأ بقى اجيب كمان معي معلقة من عسل النحل الابيض او العسل الابيض فيديته انه بيغزي الرموش جدا كمان بيطول الرموش بطريقة ملحوظة وكمان ليه فوائد كتيرة جدا في الرمش بيغزي ما يخليش الرمش يقع وكمان بتطول الرموش وبتخلي الرموش قوية جدا فانا خدت معلقة صغيرة كده كمان عليهم عسل نحل بالشكل ده وهبدأ ان انا اقلب الخلطة بتاعتي لحد اما العسل ده يختفي تماما تمام هبدأ اقلبه كويس لحد اما اخفي العسل ده خالص هنا قلبتهم كويس اهو لحد اما دابوا معي شايفين اختفى خالص بالشكل ده وهبدأ بقى اجيب معي كمان معلقة من جل الصبار جل الصبار بيغزي الرموش وكمان بيطولها وكمان آآ بيخلي الرموش قوية فانا اخد كده منها حوالي نص معلقة صغيرة وهبدأ بردك ادوبهم معايا في مية البصل والزان جبيل اللي احنا عملناهم اهم حاجة ان انت في الخطوات دي تقلبي كويس عشان تاخدي منها نتيجة حلوة هبدأ بس اقلب كده لحد اما خليه دوب بس معايا شوية بالشكل ده وزي ما قلت لك الوصفة قوية جدا في تطويل الرموش وكمان بتقل الرموش جدا جدا وكمان ممكن تستخدمها للحواجب رهيبة للحواجب الرموش تحفة جدا بجد الوصفة دي هبدأ بقى ان انا اجيب كمان معايا آآ معلقة صغيرة مليانة من الفازلين يكون الفازلين اللي هو الاصلي او الفازلين آآ مش مخلوط عليه حاجة يعني لو هتجيبيه من العطار والو انا عايزاه خام مش عليه اي حاجة كل لما بيبقى الفازلين خام كل لما بيديك نتيجة حلوة جدا في اي حاجة تستخدمها آآ بالفازلين هبدأ بقى ان انا احاول اخلي المية تخش جوه آآ الفازلين يعني تعملي الحركة اللي انا بعملها دي علشان اخلي المية البصل والزنجبيل يخشوا جوه الفازلين بتاعي بالشكل ده الخطوة دي مهمة جدا لان انا عايز الفازلين يشرب جميع الخلطة بتاعة اللي هي اللي انا عاملها بتاعة الزنجبيل والبصل احاول ان انا افضل اقلب فيها شوية بشوية كده تمام هبدأ بقى اجيب معايا مية صخنة في كانكة تكون بتغلي زي حمام مائي وابدأ احط الوصفة بتاعة الحد اما الفازلين يختفي تماما مع الخلطة بتاعتي انا هنا بقى هاسبها حوالي عشر دقايق وبعد كده ارجع اشوف آآ بعد اما الفازلين يزوب معايا خالص وهي على البخار كده تفضلي كل ديقتين تبدأ يتقلبي كده بس علشان انا عايزة المية تخش جوه مادة الفازلين وده مهم جدا ان انت تقلبي كل ديقتين بالشكل ده على الحمام المائي بتاعنا تمام خلاص كده انا هاسبها بقى لغاية اما تدوب معايا وبعد كده ارجع واريك الخطوة التانية اللي احنا هنعملها هنا خلاص انا سبتها اهي لحد اما دابت معايا خالص زي ما انت شايفة كده الفازلين اختفى خالص معايا بالشكل ده بالشكل ده خلاص هجيب بس حتة احطها تحت المصانية علشان ما تبهدليش الدنيا هبدأ بقى ان انا اجيب معايا آآ زيت الزاتون زيت الزاتون بيكوي جدا وبيخلي بصيلة الشعر تتول وتبقى مغزية اكتر وبيتقل كمان شعرية الرموش والحواجب وكمان مفيد جدا جدا لشعر الرموش والحواجب خاطر اوي هبدأ ان انا اقلبه كده بالشكل ده تمام كده هبدأ بقى اجيب اي علبة عندي صغيرة زي ما انت شايفة كده وهبدأ اعبي فيها الخلطة بتاعتي بالشكل ده على فكرة الخلطة بتاعتي مش هتبقى سيلة كده انها توجع عينيكي او رموشك خالص هي هتبدأ تتجمد معايا زي ما احنا شفناها في اول الفيديو على هيئة علبة كريم صغيرة زي ما انت شفت كده بالزبط بتسيبيها بقى لحد دمات تتجمد طبعا الخلطة دي هبدأ احطها في علبة اكبر تاني بس انا حبيت عشان اوريكي العلبة الصغرنونة دي بس سيبها بقى لحد دمات تتجمد يوم بحاله وابدأ بعد كده استخدمها وصفة قوية جدا في انبات الشعر وتطويل الرموش وتنبيه الحواجب تحفة جدا زي ما احنا شايفين طريقة استخدامها سهلة بفرشة مسكرة وبعدين بتبدأ اتمشات الرموش والحواجب بالشكل ده وتسيبيها عادي جدا وبعد كده بتسيبيها ساعتين وبعدين ممكن تغسليها ما فيش اي مشكلة الوصفة جميلة جدا متنسوش اللايك وباي باي